في هذا الفيديو سأشرح لكم كيفية الاشتراك في سبوتيفاي بريميوم للطلاب أو بريميوم ستودينت سبوتيفاي طبعا العديد مننا لا يعرف كيفية الاشتراك أو الانضمام إلى هذا العرض في هذا الفيديو سأعرفكم على كيفية عمل ذلك إذن نبدأ الشرح طبعا الشرح سيكون من الهاتف يمكنك التجربة الكمبيوتر إذا أردت أو أي جهاز أخر نقوم بفتح جوجل كروم بهذا الشكل ما قلنا تذهب إلى جوجل كروم تقوم بفتحه وتكتب طبعا سبوتيفاي بهذا الشكل بعدها يظهر لك هذه الصفحة هنا في الآلة تنقر على علامة السيتينز وتختار طبعا بريميوم بعدها كما تلاحظون هنا كما تلاحظون تظهر لك العروض الخاصة بالبريميوم الخاص بطبعا سبوتيفاي كما تلاحظون تظهر الأسفل هنا خيار الانديفيديو يعني خيار الشخصي يقول لك ثلاثة أشهر يمكنك تجربة نحن نبحث على خيار الطلبة أو ستودنت كما تلاحظون هنا يقول لك 5.99 للشهر ويعطيك طبعا عرض مجاني بعد أن تشترك تنقر على try for free بعدها يقودك إلى هذا المكان طبعا يمكنك الاشتراك مباشرة بإكمال الخطوات إذا لم تظهر لك الخطوات ستظهر لك بهذا الشكل مثلا سنختار خيار آخر ستظهر لك بهذا الشكل يعني إذا لم تظهر لك الخيار الخاص بالطلبة سيظهر لك بهذا الشكل اختار أنت طبعا طريقة الدافع ثم تملأ هذه البيانات street الشارع الخاص بك مدينة state والzip code الخاص ببلدك ثم تنقر على continue purchase بعدها وبعدها مباشرة سيتم اشتراكك في طبعا spotify premium للطلبة طبعا هنا لا تظهر لا أعرف لماذا يعني لاحظوا لا تظهر هنا يقول لك we couldn't find the page you were looking for طبعا كما تلاحظون إذا لم تظهر لكم قلنا أو إذا ظهرت لكم يمكنكم إذا ظهرت لكم عفوا استظر لكم بهذا الشكل هنا تملأون البيانات تختارون إما credit or debit card إذا كانت لديكم بطاقة بطاقة دفع طبعا إذا كانت لديكم بطاقة تختارون البطاقة وتكتبون الرقم ما شبه تاريخ نهاية الصلاحية وسيكريتي كود المتكون من ثلاثة أرقام تجدونها وكلها في البطاقة الخاصة بك أما إذا أردت من البيبال تنقر على البيبال وتنقر على continue purchase وسيحولك إلى البيبال طبعا تدخل الإيميل الخاص بالبيبال وبعدها مباشرة سيتم طبعا اشتراكك في سبوتيفاي للطالبات إذن هذه يا إخواني كيفية الاشتراك في سبوتيفاي للطالبات أتمنى أن تكون طريقة من فهم الشرح إذن شكرا على المشاهدة وللقاء